طيب هو المنتخب المغربي عشان انا بربط زي ما قلنا كلهم محترفين زي ما قررت لكم ده من هنا وده من هنا وده من هنا كده يعني طيب خلينا اقول لكم ياسين بونو هذا الحارس العملاق انتقل من الوداد الى اتلتكو مدريد عنده عشرين سنة خلي بالك بقى ايه من السن اللي انا بقوله تاني ياسين بونو هذا الحارس العملاق اللي تصدى لتلت ضربات ترجيح بمهارة فائقة وبقوة وبموضوعية وثبات احترف في اتلتكو مدريد عنده عشرين سنة نايف كراد انتقل من الفتح الرباطي الى ديجوء الفرنسي وعنده واحد وعشرين سنة غانم سايس انتقل وهو عنده ستاشر سنة الى نادي فالنسيا الفرنسي وهو كابتل منتخب حاليا نصير مزراوي هو من ناشيه ايكس الهولندي وهو عنده اربعتاشر سنة اشرف حكيمي ده تولد في اسبانيا وبدأ مشواره مع الكرة في اكاديمية لفابريكا وراح ريال مدريد به وعنده تمنتاشر سنة سوفيان مرابط حاجة عظيمة 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 ده وعنده اربعتاشر سنة كان في ناشيه هولندا سليم املاح ده من اكاديمية تريس البلجيكي وهو عنده سبعتاشر سنة وبعدين راح نادي اسمه موس كرون وهو عنده عشرين سنة وكان بيلعب مع تريسيجيه قبل كده عزي الدين اناحي من اكاديمية في المغرب كان في اكاديمية في المغرب وراح ستراس بورج الفرنسي وهو عنده كان تمنتاشر سنة حكيم زياش من ناشيه هيرنفن الهولندي وعنده اربعتاشر سنة سوفيان بوفال من ناشيه انجيه الفرنسي وعنده تمنتاشر سنة يوسف نصيري من احد الاكاديميات في ملقة الاسباني هو عنده تمنتاشر سنة خد بقى انس الزروري ده حاليا في المنتخب المغربي بيلعب في برلي عنده اتنين وعشرين سنة زكريا بخلال في نادي تلوز كل دول في المنتخب الست اللي هقولهم دول في المنتخب المغربي حاليا ده زكريا عنده اتنين وعشرين سنة الزلزولي اللي نزل النهاردة في الشوت التاني بيلعب في اساسولة عنده واحد وعشرين سنة اشرف داري في استاد بريست الفرنسي عنده تلات وعشرين سنة بيلال الخنوس جينك البلجيكي موجود في المنتخب حاليا المغربي في كاس العالم عنده تمنتاشر سنة عز الدين اناحي نادي انجيال فرنسي عنده اتنين وعشرين سنة انا بقول الكلام ده ليه كله عايز اقول ايه جزء الاولاني اللي انا جبت فيه مجموعة اللعيبة دي اللي طلعت من المغرب واحترفت برا تقريبا هو التشكيل اللي لعب النهاردة الاساسي كله بدأوا في سن صغيرة مرحلة الاحتراف اللي طلعوا عنده 14 سنة اللي طلعوا عنده 16 سنة 18 سنة 19 سنة كبيره عشرين سنة كبيره كبيره ده بالكتير قوي ده ليه ده ليه افكار اولا انتحاد كورة شاطر ادي واحد انتحاد كورة المغربي شاطر جدا جدا عنده علاقات بالسماسرة العالميين اوعى تنسى دي السماسرة هم اللي بيحركوا كل حاجة خصوصا في السن المبكر ده هل احنا عندنا علاقات بسماسرة عالميين في اوروبا وهنا 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 ده سؤال مهم ده سؤال مهم لان السماسرة دولت هم اللي بيختاروا اللعيبة الشاطرة بعنيهم من السن الصغير ده ويجي للنادي الفلان يا اوداد يا مغربي انت عندك مين عندي فلان طب هناخده هنودي النادي الفلان ببيلجيكا بعشرين الف دولار خدوه اطلع لان النادي ده بيبحث عن منتخب بلده في الاول قبل ما صلحته هو سمصار تاني جه لنادي اخر عايزين فلان فلان من عندكو وعنده ستاشر سنة وهنديكو تلاتين الف دولار خدوه فتحوا الباب بايه علاقات قوية مع شبكة سمصرة على مستوى اوروبا كل اوروبا سيبك من امريكا والكلام ده كل ايه المطبخ الرئيسي هو اوروبا فطلعوا كانت النتيجة ايه انه وصلنا النهاردة للمنتخب المغربي اللي انا قلت عليه من شوية اللي بيلعب في تشيلسي واللي بيلعب في فاريس سن جيرمان واللي بيلعب في بايريم يونيخ واللي بيلعب في فورنتينا واللي بيلعب في انجييا واللي بيلعب في افايا اشبلية واللي بيلعب في اورسيسور كله كله خلاص لانه تاك 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 طلع بقى فيه عنده منتخب صح بيبني صح حتى لما بيطلع الدرجة التانية في أوروبا الريكراكي بيتابع وليد الريكراكي وجاب جاب لعيب لعيب من الدوري الفرنسي درجة تانية عادي جدا عادي جدا جدا ده الأمر الأول إيه علاقات مع سمصرة على مستوى أوروبا بجيبهم يتفرجوا على الولاد اللي عندي وشاور له بص على فلان بص على علام بتاع أدي واحدة التانية لو وجود للمغالاة لو وجود للمغالاة من كم سنة كده من غير ما أقول النادي جه واحد عايز لاعب ناشئ في نادي كبير من غير ما أقول أسماء ولا أقول نادي ولا غيره يعني ماشي قال الراجل ده كان سمصر إفريقي قال له قال للنادي هديك خمسين ألف دولار وهاخده قال له لا 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 كان عنده 18 سنة وقتها قال له أنا عايز خمسة مليون جنيه الراجل قال له شكرا خليه خلل عندك خلي يلعب بقى قدام أو بقى أو كده وما زال بيلعب حاليا في الدولة المصري باي ذوي يعني هذا هو الأمر يبقى حكتين الحاجة الأولانية أنه أنت بقى عندك شبكة من السمصر اللي بيشتغلوا في أوروبا وفي أفريقيا برضو لأن فيه سمصر أفريقين شاطرين أو بيشتغلوا في أوروبا والأمر الثاني عدم المغالاة عشان يطلع يحتاجك بمدارس كبير لأنه الاحتكاد داخل البلد مش هجيب نتيجة ولا جاب نتيجة كنت شفت أنت لعيبة بيلعبوا في الدولة المغربي بيلعبوا في المنتخب مش هتلاقي مش هتلاقي معظم شمال أفريقيا هتلاقي المنتخبات 90% أو أكتر قوامها من اللاعبين اللي بيلعبوا برى البلد لا هتلاقي يعني بنشارق اللي كان مكسر الدنيا ده عندنا والساحر والحكاية وراحل إمارات ولا حد بصله ولا حد بصله خالص 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 نفس الكلام اللي في أفريقيا هتلاقي السنغال وكاميران وإيه وبئة ونقي 90% أو أكتر منهم بيلعبوا برى ماشي عايت يقول لك حاجة قائمة السنغال 23 لعبة و14 لعبة كلهم بيلعبوا برى وغيره 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 هذا هو الأمر دي أول حاجة أنه نقطة التانية الستة اللي عندهم 21 و 22 سنة و 23 سنة دول اللي بيلعبوا حاليا مع المنتخب المغربي هذا مؤشر آخر في اختيار اللعيب النهاردة زلزولي النزل ده عنده 19 سنة منتخب مصر هنا مين يعني عنده لش يمكن للمرموش هو الصغير والوحيد اللي بيلعب في نادي يعني نادي متوسط في الدولة الألمانية عشان نكون يعني يعني عندنا دقة في الكلام يعني ما هواش باير من يونيخ ولا هو بروسيا دورتموندو ولا هو الحاجات الجامدة دي يعني وفول فوس بورج نادي في فوسط الجدول يعني او تحت شوق ده هنستنفتت مهدد بالهبوط لو لا الهدف اللي جابه لهم عمر مرموش في اخر مباركة نو نزلوا درجة تانية جدا يعني هذا هو الامر النابغ اللي عندنا طبعا ربنا يخليه لينا ويكرمه محمد صلاح خلاص على اعتاب التلاتين وترزيجيه تقريبا نفس الكلام لكن هل عندنا بقى حد في السن المبكر قوي ده بس يكون حد بجد حد بجد هذا هو السؤال ابني لازم تبني وعشان تبني امشي من اللي انا بقوله لك ده اعمل شبكة من الاتصالات مع السمسرة اللي بيشتغلوا في اوروبا والاندية البهوات اللي عادينا عالكراسي يبقوا لطاف في الاسعار عشان نربي ولادنا برا من السن الصغير ما بقاش همك يا اخويا ان انت هتاخد الدوري اه انا اخدت الدوري انك سبت مش عارف مين كل ده جايب على العفش كل ده جايب على العفش لكن النهاردة بص انظار العالم كله فين النهاردة كان عندي فيديو ما عرفش هننزله او لا مالك المغرب المالك محمد السادس هورهولكو دلوقتي نزل بالعربية في وسط الملايين ملايين في الشارع هذا هو منتخب الوطن منتخب البلد يا فرحيت ان انا اخدت دوري ولا اخدت كاس ولا بتاعه لكن المنتخب منتخب هو اللي بيصنع التاريخ التاريخ لانه هيذكره العالم لما الاهل ياخد الدوري او الزمانة كان نذكره هنا بس احنا كمصليين يعني لكن لما المنتخب المغربي يروح لدور ربع النهائي العالم كله هيتكلم عنه المغرب النهاردة كان ترتيبه اللي 22 في الرانكينج بتاع اتحاد الدولي اشهار جاي الجديد هيبل 15 احنا ال 41 بيضوي يعني هذا هو الامر اذا اردنا ان التطور لازم عندنا افكار خارج الصندوق لكن هتمشي بنظام هاخد احسن اللعيبة اللي عندي في الدوري المصري مع كل الاحترام مع كل الاحترام هيبقى عندك سقف مش هتعرف تعديه اذا وصلت الكاس العالم وهو متوقع طبعا ان شاء الله يعني لان انت عندك تسع مقعد ونص يعني لو انا والفريق بتاع الاعداد بتاعي نزلنا نلعب هنوصل كاس العالم اذا هو الامر يعني لكن لما روحنا كاس العالم في روسيا ها فاكرين احنا المنظر بتاعنا كان شكله ايه مع كل الاحترام يعني فلابد من رجال في اتحاد الكورة عندهم افكار متطورة ورجال في الاندية وفي ادارات الاندية عندهم فكر وطني اكتر ما هو فكر محلي عشان تروح لهذه المنطقة طيب